اشتركوا في القناة اعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام والأحباب مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا الوقت أن يجمعنا برضاه مع نبيه في أعلى جنات الخل بغير حساب والأعذاب إنه لذلك هو نعم المولى ونعم النصير ولازلنا أيها الكرام الأحباب نسير سويا بقلوبنا في طريقنا إلى ربنا جل وعلا مع سلسلتنا الطريق إلى الله الطريق إلى الله الطريق إلى الله وهذا هو اللقاء الثاني والثلاثون هذا هو اللقاء الثاني والثلاثون من سلسلة الطريق إلى الله جل وعلا ولازلنا مع المحطة السابعة محطة الثبات قلت لكم كما أؤكد في كل لقاء أن طريقة إلى الله جل وعلا محطات محطة نتخطاها لأخرى أو محطة تبقى معنا في عشر محطات إن هي ملخص أو خريطة طريق إلى الله جل وعلا الإفاقة الهداية البداية الزاد النور العقبات الثبات الاستراحة الرقي اللقاء ولازلنا مع الثبات تعلمنا في اللقاء الماضي كيف نثبت على الطريق ولا زال الكلام وتعلمنا في اللقاء الذي قبله أن نعلق قلوبنا بمن يملك قلوبنا مقلب القلوب سبحانه وتعالى هو الذي سيثبت قلوبنا وقلت لك أخي الحبيب بأن الدور عليك أنت أن تبذل أسبابا لتثبت تعرفين حضرتك لو أنت جبت شتلة صغيرة تزراحها قدام بيتك شتلة صغيرة حتة شجرة صغيرة كده حاوز تعمل شجرة قدام بيتك فبتجيب من المشتل أو من مكان الزراعة شجرة صغيرة تجرسها قدام بيتك بتعمل حضرتك إيه؟ أولا ممكن تقوم رابط فيها حبل وربطه في مسورة البيت أو تثبت جنبها شجرة عشان تمسكها ما تميلش أو لو حيت فيها عيال أو نش شيرانين هيكسروها بتحطها أو لها حاجة تحوطها زي برميل غسالة مثلا وتقوم حط فيها كل ده عشان تثبتها وكذلك أنت إذا أردت أن تثبت يا عبد الله على طريق الله جل وعلا فلا بد أن تصل نفسك أو أن تربط نفسك بأناس ثبتوا قبلك تثبت بهم بأناس ثبتوا قبلك تثبت بهم بعمود ثابت اربط نفسك به تثبت به وهؤلاء هم الرجال حقا عشان كده جعلت عنوان هذا اللقاء الثاني والثلاثون في سلسلة الطريق إلى الله جل وعلا ومن أسباب الثبات عنوانت له بعنوان الاتصال بالرجال العوز أثبت الاتصال بالرجال لازم تعرف من هم الرجال الذين سيثبتونك ولا بد أن تتعلم كيف تصل نفسك بهم وفي نفس الوقت وأنت تتصل بإلاء الرجال سيعلمونك كيف تثبت سيأخذون بقلبك بعيدا عن مواطن الفتن سيبعدونك عن أسباب السوء سينيرون قلبك هؤلاء الرجال هم الذين فتح الله جل وعلا على يديهم قلبك اتصل بهم ولا تفارقهم فالثبات معهم فالثبات معهم هؤلاء هم الرجال حقا وهم الدعاة إلى الله إياك إن من الله جل وعلا عليك بالهداية وأفقت إياك أن تبقي نفسك حول عفوا شلة السوء ورفقة المعصية هؤلاء سيجرونك المعصية هؤلاء مفاتيح للشر إنما إذا أردت أن تثبت اخلع نفسك من هؤلاء أنقذ نفسك من هؤلاء اعتزل هؤلاء واذهب إلى الطيبين إلى الصالحين إلى مفاتيح الخير إلى الذين يملكون الذين يملكون مفاتيح النور لقلبك الذين يعرفون أن في قلبك مكانا لو ضغطوا عليه لا استنار قلبك هؤلاء هم الرجال حقا مفاتيح الخير كما قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة من حديث أنس وعستنه الألباني في السلسلة الصيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه عرفت الرجال الهم مين قلت لك الرجال الهم مين وهنعرف نتصل بهم إزاي إزاي الرجال هم مفاتيح الخير لك الذين هم أول من تراهم تتذكر ربك هم دول يتمسكيهم الذين إذا لقيتهم في الطريق وجدت عليهم سيم الصالحين الذين إذا رأيتهم علمت أنهم على الحق الذين إذا رأيتهم رأيت النور يشع من وجوههم الذين لا تسمع منهم إلا قال الله قال رسوله الذين يذكرونك بالله فيكونون لك عدة البلاء وزينة الرخاء الذين هم في وقت الأزمات إن تذكرت أعانوك وإن نسيت ذكروك هؤلاء الذين يغذون وريد إيمانك هؤلاء الذين يأخذون بقلبك إلى ربك هؤلاء هم أولياء الله حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله هم دول الرجال عرفت تتصل بمين تتصل بمن بمن رآك يوما على الناصية وقت الأذان فمر عليك وأخذ بيدك تعالى صلي وذكرك بالله وأعرضت عنه ثم من الله عليك بالهداية رح له هو ده الرجل عرفت الرجال مين هم الدعات إلى الله جل وعلا الذين أكرمهم الله جل وعلا بخبرة الدعوة حيث يستطيعون أن ينيروا قلبك بأمر ربك عرف حضرتك لما تدخل بيتك وتخرج وتدخل وتخرج مئة مرة مئة مرة تدخل قدتك وتخرج دخلت مرة والبيت ظلمة خالص ما أنت شايف حاجة البيت ظلمة ظلمة خالص بس أنت حضرتك عندك خبرة عارف أن في حتة في القوضة نص كف كده حتة في القوضة على الحيطة نص كف عارف أنت أن فيها حتة قد عقلتين لو تكت عليها القوضة كلها تنور صح زرار النور كبش النور حتة في قد كده أنت عارف أن الزرار ده لو تكت عليها القوضة كلها تنور صح تعرفها إزاي بالخبرة بقى لو دخلت مواحد صاحبك إلى قطك أنت الوحيد اللي تعرف إزاي مكانها فين حتى لو أنت مش شايف تكي عليها القوضة كلها تنور هم الرجال الذين يعرفون مكان النور الذي ينير الله به قلبك هم دول الرجال هم الدعاة إلى الله جل وعلا هم الذين بكلامهم الذين ينقلوه إليك بكلام ربنا وكلام نبينا أصلاح الذين ينقلوه إليك ينير الله جل وعلا به قلبك هم دول الرجال الرجال حقا هم دول أطباء القلوب الذين ينبغي أن تسلم لهم قلبك لو مرض فيداونه ويعالجونه ولو أن يأمروك بترك أحب طعامك وشرابك لو أنت مريض دكتور يا دكتور حتى لو قال لك خد ده ومر بتوافق عليه عشان فيه شفائك فيه شفائك حتى لو قال لك خد إبرة مؤلمة لجسمك بس تحمل لألم عشان لعافية جاية هو ده الطبيب هم أطباء القلوب هم الدعاة إلى الله جل وعلا هم الذين ربما ينصعك نصيحة تكون مرة عليك بس اسمع كلامه فيه منفعتك فيه ثباتك اذهب للطبيب ولا تتأخر حتى لا يستفحن مرضك وسلم له قلبك ولو أن يستأصل شيئا من مما تحب عنده ورب رحنا للطبيب ربنا عافينا وعافيكم ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين وأشفي كل مريض المسلم يا رب العالمين بتروح لهذا الطبيب ربما يقول لك احنا نشيل حتى من جسمك وانت موافق ليه لأن فيه ثباتك على الحياة وبغير ذلك ستموت فتسلم نفسك لهذا الطبيب الأمين الصادق الحازق الخبير ويفعل فيك ما تريد حتى لو قطع شيئا مما تحب بس عشان ما تموتش كذلك أنت إذا أردت أن تتبت ولا تميت قلبك المعصية ولا تميت قلبك الشهوات ولا يميت قلبك الشهوات أو الشمهات سلم قلبك لهذا الطبيب طبيب القلب هذا جراح القلب الحقيقي هذا هو الدعية إلى الله جل وعلا الذي إذا رأيته تذكرت المحاضرات وتذكرت الصلوات وتذكرت الطاعات وتذكرت الإيمانيات الذي إذا رأيته رأيت الخشوع في القرآن في عيني وإذا سمعته وصل القرآن من لسانه أو من قلبه إلى قلبك هذا الذي تربط قلبك به هو ده العمود اللي لو أنت لسه ضعيف ومهزوذ وخايف تقع وخايف ما تتبتش على الطريق وخايف تتتم أربط قلبك به هو ده العمود الثابت هي ده الشجرة الأديمة التي بدأت في الثبات من قبلك من عشرين تلاتين أربعين سنة وظلت حتى ثبت جزور هذا العالم في أرض الإيمان وزادت فروع الطاعة عنده وعظ مساقه وطال وثبت في الأرض حتى يتعلق به من سيسقط أنت لا تسقط ولن تثبت إلا إذا تعلقت بهذه بعد الداعية يا من تخاف على قلبك الفتنة ويا من شردت عن طريق ربك يا من تخاف من فتنة الشهوات بنت معك ساك أو لاستمناء مديئك أو مش قادر تبعد عن النظر للأفلام الإباحية أو مش قادر تغض بصرك في الشارع أو مش معكش فلوس للدور اذهب للداعية ولا تتأخر فهو طبيب قلبك وجراح قلبك وهو مفتاح الخير لك وهو سبيل الثبات هذه الشجرة الإيمانية اربط قلبك بها ما تسيبوش خليك معاه والله العظيم أقولها بصدق إذا أكرمك الله جل وعلا بمعرفة ورحد من الدعاة أو طلبة العلم أو العلماء ها إلزم غرسه هو ده طريق نجات هو ده ثباتك هو أتسيبه اشتغل اشتغل عنده خدام أي والله إن شاء الله تشتغل عند الداعية والشيخ والعالم ده خادم فهو في الحقيقة خدمك إذ ثبتك على دينه هو في الحقيقة خدمك إذ ضغط على زر قلبك الذي ينفتع فيه نور الإيمان في قلبك هو في الحقيقة هذه الشجرة التي تربط نفسك بها ليكرمك الله جل وعلا بظلالها الوارفة وبثمارها الينعه لتأكل من الخير الذي تسمعه منه إي والله فالداعية إلى الله جل وعلا هو الرجل الحقيقي وهو مفتاح الخير اذهب إليه لو قلبك متعطن وهيوفتن هيشغله لك بالإيمان هيقول لك الدعاية هيقول لك إيه يقول لك يا معي تيجي تقول له كده يا شيخ أنا أبعد عن ربنا بس نفسي أرد والفتن بتجرني بس نفسي أثبت والشهوات كتيرة بس نفسي أبعد عنها والشلة واصحابي بيجروني وأنا نفسي أرد ربنا أعمل إيه يوم يقول لك ينصحك يبني عليك بذكر الله يبني معية الله بجل وعلا هي الثبات يبني لو ذكرت ربنا والأعداء شياطين الإنس والجن حواليك من كل مكان هتثبت يوم يعلمك نحن نقول ليه أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله هترح للولي للمفتاح ده للصالح للمؤمن التقي للعالم من الداعية ده لهذا العمود الثابت اللي تثبت به لهذه الشجرة الوارفة اللي هينالك لخير منها هيقول لك أذكر ربنا ما انت شايف في ذكر ربنا انت مش تسمع منه أصلا إلا ذكر الله مش هتسمع منه إلا قال الله قال رسوله مش هتسمع منه إلا موعظة ثبتك مش ربنا قال مش ربنا قال عن ذكره إن ده ثبت الشيخ اللي يقول لك كلام ده قال الله كو جل وعلا في سورة الأنفال شو بقى هتثبت حتى في المعارك قدام الأعداء إزاي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون معقود إنسان في المعركة قدام الأعداء والرؤوس تتطير والأشلاء تتمزق والدماء تنتشر هو فضل يذكر ربنا نأم فضل لو لم تذكر الله جل وعلا أمام أدوك ستضل لن تثبت لن تثبت وكذلك أنت لو لم تذكر الله جل وعلا كثيرا مش تثبت يبقى عشان نثبت إيه خذ الكلام من الداعية من العالم اسمع منه وهو يعلمك ذكر الله جل وعلا فإذا ذكرت الله جل وعلا ثبت الله قلبك وأنزل السقينة في قلبك وقم أنا قلبك قال ربنا في سورة في سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله لن يثبت قلبك ولم يطمئن قلبك إلا ذكر ربك عرفتم مين من الشيخ من الداعية من العالم من الرجل لو اتصلت بهؤلاء الرجال ثبتوك بذكر ربك ما حضرتك سيدنا يوسف في أوجي الفتنة البنات الجميلات حوله من كل مكان أنا عارف أن أصعب وأشد وأشق وأضر فتنة على شباب اليومين دول هي البنات وأشق فتنة على البنات هي الشباب دواقع اللي ثبتك أمام هذه الفتن العظيمة الشديدة التي تعصف بالكلوب عصفا اللي ثبتك إيه ذكر الله سيدنا يوسف اللي ثبتوا إيه أنه ذكر الله في موطن الفتنة فوقاه الله وثبته أمامها قال الله جل وعلا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبغاب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون قال معاذ الله يعني أعوذ بالله يعني أحتمي بك يا الله يعني ألجأ إليك يا الله يعني لا أترك ذكرك يا الله فلما ذكر الله جل وعلا حفظه ووقاه ونجاه وثبته لما اجتمعت النسوة عنه عنده كل الجميلات عليه بشي مرأة العزيز بازدنا كل الجميلات قال إيه قال إيه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ذكر الله فثبته الله فذكر الله جل وعلا عند الأزمات وعند البلايا وعند الملمات ثبات من رب الأرض والسماوات وقد تعلمت من علمائنا إيه والله أنه في مواطن الفتن هتقابل ظالم تربص بك مجرم يكيد لك كائد قعد مع نفسك أذكر الله بنتي بتلف حواليك شاب مديقك بعكسك واحد مسكلك زلة صورة ولا مش عارف إيه بنتي بتقابلك وبتضيقك حتى في الطريق جابت لفتون هتفتر خلاص أضيح هتقضى ضيع حضرتك تعلمت والله من علمائنا عمليا أحب مع نفسك كده أذكر الله صلى عن نبي كتير صلى الله عليه وسلم يعني بتصلى عن نبي بتذكر اسم ربنا استغفر ربنا كتير استغفر الله قل لا حول ولا قوة إلا بالله يعني بتذكر الله وبتتبرأ من حولك وقوتك إلا بالله سبحانه وتعالى قل حسبنا الله أنا ملكين يعني بتطلب أن يكون الله محامن عنك محامن عنك يعني هو وكيلك وكفاية عليك ربنا حسبنا ده تذكر الله جل وعلا في وقت الفتن والابتلاءات والقربات يثبتك رب الأرض والسماوات أمام كل عدو يتربص بك من شياطين الإنس أو شياطين الجن لما أمر الله جل وعلا كما روى الإمام أحمد والبخريف التاريخي وروا أصحاب السنكة التلمزي وابن ماجة وهو عند ابن عبان من حديث الحارث ابن الحاذ الأشعري في حديث طويل صحى والألبني وفيه أن الله جل وعلا أمر نبيه زكريا إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بإن وأن يأمر بني إسرائيل أمن يعمل بإن في الحديث طويل قال وآمركم بذكر الله كثيرا ومثل الذي يذكر الله كثيرا كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى لو ذكرت ربنا كتير خلص دخلت في الحماية الربانية وأنا معه إذا ذكرني الكلام ده حضرتك تعلمتم من من الدعية من طالب العلم عبد الرحمن الصوي وغيره من الشيخ فلان والدعية فلان والعالم فلان والإمام فلان لم تتعلم طريق الثبات إلا حينما اتصلت بهؤلاء الرجال قلتلك الاتصال بالرجال سبيل الثبات الاتصال بالرجال سبيل الثبات الرجال دول اللي هما العلماء والدعاء وطلبة العلم اللي والله العظيم لو شفت وشه الإيمان يزيد في قلبك أنا مع نفسي كده أنا بقولك بصدق مع نفسي أنا دي حاجة مع نفسي أنا لما بحس إن الفتن زادت والكربات زادت والبتلقات زادت والضغط على الدعوة والضغط على بقوله مرايح أنا كاتب مع نفسي كده من تذكرك بالله رؤيته مين اللي تروح تربط نفسك بي يثبتك أصلا أنت لو سبت نفسك لوحدك هتضل و هتفتتن و هتقع إياك ولحدة كما قال النبي عليه السلام إن الشيطان أقرب إلى الواحد منه إلى الاثنين وأقرب إلى الاثنين منه إلى الجماعة روح للشيخ أربط نفسك فيه هتلاقي حوالين الشيخ مجلس وعظ و نبقى أن العلماء والله و للدعاء أنتم تحتاجون إلى مجلس وعظ فهذا مجلس الوعظ حين تنتفع به وتعمل بعد ذلك به هذا الذي يثبت يثبت الله جل وعلا به قلبك قال الله جل وعلا إسماء الأدي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما إذا أردت الثبات فعليك بالاتصال بالرجال الدعاء الوعظ روح مجلس وعظ روح مجلس وعظ اسمع و أحب يكلمك عن الأخيرة و عن القيامة و عن الجنة والنار والله هو ده لا يثبتك حتى لو أنت عالم هذا الذي سيثبت الله جل وعلا به قلبك اذهب لواحد من العلماء والدعاة تظن أنه يخشى الله جل وعلا هذا الولي من أولياء الله إذا رأيته تذكرت الله جل وعلا سيثبت قلبك واسمع ماذا قال ابن القيب اسمع ماذا قال ابن القيب يقول وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الذنون وضاقت بنا الدنيا اتلاءات وفتن وتعب وكربات ابن القيب يقول لما كنا نشوف الكلام ده وكنا إذا اشتد من الخوف وساءت بنا الذنون وضاقت بنا الأرض أتيناه عارف مين يعني يوم جمعين راحين لشيخ الإسلام بيتامية هذا الجبل الثابت هذا الجبل الراسخ هذا العمود الثابت هذه الشجرة الثابتة الوارفة يقول نروح بس نروح نشوف شيخ الإسلام بيتامية ايه اللي يحصل بقى لما يعده يشوفه الشيخ بس يقول أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه شوف الشيخ الدعية العالم وتسمع كلامه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وثباتا وطمأنينة اللي عاوز يذهب وتروح للشيخ أنا بقول لك مع نفسي أنا كاتب مع نفسي كده في دعاء معينين الله يا أخواني أقول لك بس كل واحد له كده أنا أنا شخصيا لما عوز أثبت بصدق ربنا يحفظ مشايخنا وعلى مأنا جميعا لكن أنا لما بشوف شيء مصطفى العدوي شيخنا وحبيبنا لما عد قدامه واسمع كلامه والله العظيم ربنا بيثبت قلبي لما تشوف الثابت المبتلى الصادق الشيخ فلان والأخ فلان والدعية فلان هو ده لثبت قلبك أنا بقول لك مثال بس لك أنا كاتب مع نفسنا أسماء لما عوزت حس أننا الفتن زادت أروح أثبت قلبي بالجوس معهم والنظر إليهم ممكن حضرتك لو أنت افتقدت شيخا لو بعض عنك شيخ وأقبلت مرة كل شهر اطلب منه الوصية كما كان الصحابة يلقون النبي صلى الله عليه وسلم فاقول يا رسول الله أوصني ما هو الدعية يعرف بألف قلبك يعرف يخش جوا مش ممكن تسمع شيخ في خطبة بقالوا مثلا ما سمعتش من كما ستة شهور ولا من سنة تقول والله ده الخطبة تقول لا كيف تتكلم عني هو ده الدعية الموفق المسدد كلامه يصل إلى قلبك كالسهم كما كان النبي صلى الله عليه ابن أبي طالب أن يدعو الله ويقول سل الله جل وعلا الهدى والسداد الهدى والسداد وتذكر بسؤالك الهدى هداية الصلاة المستقيم وبسؤالك استداد سداد السهم كما ثبت في صحيح مسلم فالدعية يقول كلمة وقد هداه الله هذه الكلمة التي تخرج من قلب الداعية تصل إلى قلبك كالسهم المسدد في مكانها بالضبط يهديك الله جل وعلا بها فمن أكرمه الله جل وعلا بداعية احرص عليه واستمسك به امسك نفسك فيه اربط نفسك به اوعى تسيبه حاول تأرب منه حاول ولو أنك تخدمه حاول تجوفه كتير ولو أنك تعمله أي خدمات بأي وسيلة اقترب من هذا الداعية فهو سبيل نجاتك وسبب ثباتك وباب لأبواب النور الذي سينير الله جل وعلا به قلبك هذا هو الداعية هؤلاء هم الرجال حقا هم الرجال حقا لو بدأت تميل زي الشغر بدأت تميل هتضطر تربط نفسك في حبل في حاجة ثبتة هؤلاء هم الرجال وهؤلاء هم الدعاء إن لم تجد داعية وشيخا وعالما ما عرفت تتوصلهم فانظر إلى صحبة صالحة ابحث عن صحبة صالحة اربط نفسك بها واترك شلة السوق هم دول هيجرق للمعصية شلة السوق وصحبة الخير هتجرك للجنة هتثبتك هيحوطه بيك مشانا قلتلك الشجرة الجديدة فسلة اللي بتحطها لسه الفسيل السغيرة الشتلة السغيرة بتحطها بتحوطها بتاعت غسالة اللي هي حلت غسالة ولا بحثة خشبة كيتحوطها عشان ما تميلش أنا بقول لحضرك خلي اصحابك الصالحين يحوطوه مين دول مين دول في واحد كده لما بتشوفه لما بتشوفه بتفتكر المخاضرات دايما يقول لك أعلى يحضر الشيخ أحمد جلال يوم الأربع في مسجد نور الإسلام أو تعالى للدكتور حازم يوم الجمعة في مسجد مصعب أو تعالى لعبد الرحمن الصاوي في مسجد البدر أو في الجمعية الشرعية أو تعالى للدكتور غريب في مسجد الحمد أو تعالى للشيخ محمد بسيوني في مسجد الرحمن أو تعالى للشيخ علي قاسم في مسجد المكة أو تعالى للشيخ انا جت اللي في زهني بس اللي قلته كده او اللي بذاكرك بمحاضرات ده او ما بشوف تفتكر محاضرات هو ده صاحبك ده يبقى صاحبك الصاحب ساحب والرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل كما صحى الخبر في سنة ابن داود وصحى الالباني قوله النبي عليه السلام الرجل على دين خليله يعني على طريقة صاحبك فلينظر احدكم من يخالل لو صاحبت الطيبين هتبقى طيب لو صاحبت الصادقين هتبقى صادق لو صاحبت المتواضعين هتبقى متواضع لو صاحبت المؤمنين هتبقى مؤمن لو صاحبت المصالين هتبقى مصلي لو صاحبت الصائمين هتبقى صائم ولا عكس بالعكس لو صاحبت بتوع البنات تبقى بتاع بنات لو صاحبت اللي لزانهم بيفلت بالحرام لزانك ييفلت بالحرام الصاحب ساحب الصاحب ساحب في واحد صاحبك كده لما بتشوفه دايما الرجل ده بيحضر الجنائز أنا عارفهم أنا أقول لك والله وفي دماغي أسماء وأنا بقول لك لما يشوف على طول ده بتاع الجنائز بيخدك للمقابر على طول بيبتعد عن غيبة واليميمة بتلاقيه واقف قدام قبر لوحده بيخدك يقول لك تعال نزور المقابر ده دايماً بيذكرك بالله ده صاحبك في واحد صاحبك دايماً لما بتقابله بيديك مطوية ولا كتيب ولا استوانة ولا يسمعك مقطع كويس ولا يبعث لك على الوطس قصة مؤثرة في قلبك تعيضك بها ده صاحبك في واحد لما بتشوفه بتفتكر الخشوح في القرآن والبكاء مع القرآن صوته جميل ودايماً كده ما بتصلي وراك عتمق يام ليل كأنك خدت شحنة إيمانية أسبوع كامل ده صاحبك وفي واحد تاني لما بتشوفه بتفتكر الصيام على طول ما شاء الله دايماً تلاقيه صايم يوم يوم وتلاقيه على طول يقول لك النهار ده صيام تبتعان نحضر جنازة تبتعان نحضر مريض تبتع دايماً يذكرك بالأعمال الأربعة من أصبح منكم اليوم صائماً من تابع منكم اليوم جنازة من أطعم منكم اليوم مسكينة من عاد منكم اليوم مريضاً دايماً بيحرص على الأربعة دول على طول يديك تمر عشان تصوم كل ما تقابله يديك تمر عشان لما تصيب لاي خلاص يبقى أخدهم مما تصوم يبقى أفطر ده بيذكرك بالصيام هو ده صاحبك حتى لو كان أقل منك أقل منك درجة ولا أقل منك مكانة ولا أقل منك علم ولا أقل منك في المناصب الدنيوي ما عليك هو ده صاحبك الذي يذكرك بالله جل وعلا في واحد بسيط بركب عجلة لما بتقابله بتحس كده بالتواضع وبتحس مع إنه بسيط ومسكين وعلى قد حاله بيطلع العطر اللي في جيبه ويدهولك وبيطلع الألم اللي في إيده ويدهولك ودايما يكرمك ده صاحبك بتتذكر به الإكرام وتتذكر به الخير وتوزيع الخير هو ده حامل المسك هؤلاء هم أصحابك الذين يذكروك بالله والعكس في واحد لما بتشوفه بتتخر المحمولات طول ما هو قاعد بتكلم عن المحمولات وشفت النوع الجديد اللي نزل وشفت الآيفون سيفن اللي مش عاب نزله ولا الآيفون ايت اللي هينزل وشفت مش عارف الجالاكسي اللي نزل الجديد وشفت الهواء طول النهار بيتكلم عن محمولات بامس صاحبك ده لما تحتاجه بس تتكلمه وفي واحد طول النهار بيتكلم عن البنات وبيشوف البنات وبامس صاحبك بتوع زمان دول شلة السوق دول اللي هيشروك للمعصية دول اللي هيشروك للنار ألا تعلم أخي الحبيب أن الذي جرى أبا طالب لجهنم وقد كان عما لرسول الله صلى الله سلم وهو في ضحضاح من النار بين أخمص قادمه جمر يغلي منها دماغه ولولا ذلك لولا النبي لكان في الدرك الأسعي من النار الذي جره إلى النار رغم أنه يعلم أن دين محمد هو خير أديان البرية دينا هو اللي يقول كده أبو طالب يقول إني لا أعلم أن دين محمد هو خير أديان البرية دينا لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سبحا بذاك مبينة الذي أضله أبعد عن طريق الله صاحبه أبو جهل أبو جهل واصحابه اللي كان قاعدين معاه لما النبي رحله هو بيموت يا عما كل كلمة أحاج لك بها عند الله وعند رأسه أبو جهل بن يشام وغيره النبي عليه السلام يقول له أقول لا إلى الله هو يقول له أتموت على غيره ملة عبد المطالب أبو جهل بن بقى صاحبه فكانت آخر كلمة قالها على ملة عبد المطالب الله العظيم لتندمن أشد الندم إن بقيت مع شلة السوء اللي علموك تشرب السجاير دلم الصحابة اللي علموك ودك أول استوانة للأفلام الإباحية ده من صحبك اللي بقول لك تعالي نصهر ونمشي على الكنيش ويعكس البناء ده من صحبك اللي بيسمعك الأغاني ويقول لك سمعت آخر أغنية وبعتك مقطع في محرمات ده من صحبك اعمله بلوك ابد عنه اهجره وإلا تندم قال الله وسلم على في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صاحب الطيبين صاحب الصالحين صاحب المؤمنين صاحب صاحب الأخيار تكون من الأخيار قال تعالى اسمه الأذيب سورة التوبة بس أرجوك اسمحه فما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا ايه وكونوا مع الصادقين لم يقل وكونوا من الصادقين وكونوا من الصادقين لا وكونوا مع الصادقين أصلاً أنت إذا كنت مع الصادقين ستكون من الصادقين ده طبيعي لأن الإنسان اجتماعي بطبعه الإنسان اجتماعي بطبعه إذا صعبت الطيبين هتبقى طيب مثلهم إما أن تجد منهم طيبة فتتعلمها منهم أو تتأثر بكلامهم أو يوم الأيام هتبقى طيب أو على الأقل سمعت منهم الطيب وشفت الطيب وإن لم تنطق أنت به قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى البخاري من حديث أبي موسى مثل الجليس الصالح والجليس السوق كحامل المسك ونافق الكير الرجل الطيب الرجل الصالح اللي هو يقولك عنهم في محاضرة الليلة الاتصال بالرجال هذا الرجل سواء كان داعية أو صاحب الرجل ده زي حامل المسك إما أن يحذيك يديك مسك أو تبتاع منه تشتري منه يا أخي رحت للشيخ ودفعت فنوس على ما سفرت قابلت صاحبك ده بس يديته دية وخدمته وعملت له حاجة تكلفت يعني أو تبتاع منه أو أن تجد منه ريحا طيبة لو رحت قعدت مع الشيخ ولو ما كلمتوش وعملتوه سمعت منه محضة لو قابلت صاحبك الطيب الصالح حتى لو ما خدمتوش وعملت له حاجة أنت سمعت بيذكر ربنا فذكرت الله مثله فاستفدت من ذلك فاستفدت من ذلك هو ده هم دول الرجال والعكس بالعكس لو سرت مع السوء وذيت بالسوء الذي يثبتك على طريق الله جل وعلاهم واتصالوا بالرجال ممكن كلمة من رجل صالح يثبت الله جل وعلا به قلبك قال الإمام أحمد بن حنبل ما سمعت كلمة إمام أحمد حنبل الذي تعرض للفتنة الشديدة وعذب على إيد أربع من الخلفاء وكان يؤتى إليه بيهود ليضربوه كل يهودي يضربه في اليوم دربتين بالصوت تعرض لابتلاء شديد وفتنة اللي ثبته إيه قال الإمام أحمد ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي ده أعرابي بس رجل صالح واحد بسيط بس صالح من كلمة أعرابي كلمني بها كلمني بها قال له إيه قال يا أحمد رجل بسيط يا أحمد إن يقتلك الحق ميت شهيدا وإن عشت عشت حميدا فثبت قلبي كل ما سمعها أنت ممكن لما تروح للشيخ بقى يثبتك بهذه الكلمة يقول لك يا ابني هي نفسه وحدة يتعيش حميد على طاعة الله يتموت شهيد تقابل الله جل وعلا الشيخ ده الرجال دول هم اللي يبعدوك عن مواطن الفتن فيقول لك لا سيب دول عارف الذي قتل مئة نفس لما أراد أن يتوب عمل إيه اتصل بالرجال على طول أتل تسعة وتسعين فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب هل من توبة قاد لا هل تسعة وتسعين وليك توبة لا ليس لك توبة فقاتله وأتم به المئة ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم هو ده البطل هو ده الرجل هو ده الذي يملك مفتاح قلبه قال وما يحول بينك ومن التوبة ولكن اترك أرضك فإنها أرض تو وذا إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد إله معه العالم قال له اتصل بالرجال بالطئعين بالطيبين إنما ستترك نفسك في أرض المأصية لن تتوب ترجو النجاة ولم تسلك مساركها إن السفينة لا تجري على اليابس ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أنت ابتلى بالماء مستحيل تترك نفسك في أرض المعصية وسط البنات وفي الجامعات وسط الواد المسقط البنطلون واللي عمل شعره عرف الديك ولبس التشيرتة بوترتر واللي بيعكس البنات دول هايخدوك بعيد عن ربنا إنما تروح فين اذهب إلى أرض الطاعة إلى بيت الله جل وعلا أنت وحدك لن تثبت إلا بهؤلاء الرجال سيدنا إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام عشان كده عمل إيه؟ اعتزل قومه وذهب إلى الطيبين وأعتزلكم ما تدعون من دون الله أهو اعتزل رفقة السوء وشلة المعصية واذب إلى الطيبين والصالحين هؤلاء هم الرجال هم الذين سيثبتوا قلبك سيثبتون قلبه ويأخذونك إلى الله جل وعلا اعتزل هؤلاء هم ال واذهب إلى الطيبين الاتصال بالرجال سيملؤون وقتك سيملؤون وقتك بالعلم فتخشى الله جل وعلا به وتثبت إنما يخشى الله من عبد وعلا ما سيملؤون قلبك بالعبادة بالعبادة هتقوم مع واحد للمرة وتروح محاضرة مع واحد مرة هم الذين سيعلمونك الدعوة إلى الله جل وعلا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم سيعرفوك الطريق ويثبتوك عليه سيبينو لك نهاية الطريق بالجنة فيثبتوك على طريق الجنة إذا أردت الثبات فاتصل بالرجال يعلموك طريق الثبات ذكرت أيها الأخوة الحبيب في المحطة في المحطة السابعة محطة الثبات ذكرت عدة نقاط تثبت بها قلت لك واحد الدعاء أنك تقول يا رب أنك تقول لكم حملك بساحة الملك اثنين أنك تقبل على القرآن بترتيل وتدبر وبكاء ثلاثة أنك تتدبر قصص الثابتين قبلك كان قبلك أربعة قلت ذكر الله جل وعلا خمسة قلت الاتصال بالرجال قلت ذهاب إلى أرض الطاعة مع الطيبين والصالحين والرجال حقا قلت البعد عن مواطن الفتن قلت شغل الوقت بطاعة الله جل وعلا قلت معرفة الطريق قلت معرفة النهاية كل هذا من أسباب الثبات تتصل بالرجال تثبت على دين الله ومن قبل تتصل بذي الجلال سبحانه وتعالى تثبحت على دين الله جل وعلا أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا أيكم على ديني وطريقي حتى نلقاه وراضنا عنا ونلتقي بإذن الله جل وعلا مع استراحة في اللقاء القادم بعدما ثبتنا أسكر وعلا أن يعيح كلوبنا بطاعته ومرضاته وكذلك الله خير وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة